وليلي أول مرة حسيت أنك كنت لقبك أول طبيب لأورام متخصص في أورام الكابد في مصر رجعتي لأهلك كنت لهم إيه؟ كنت فرحانة جدا طبعا بحساس أن أنت فريد في شيء أنت مؤمن بيه وانت حبه حتى تستدل الفهر يعني والثقة والمسئولية لأن مجرد مسمعين أن طبيبة أورام مفروض أن أنا أكمل في الطريق ده بمستوى ليقبل حاجة اللي أنا دخلت فيها المفروض أن أنا دخلي عارفة أن أنا مفروض أحضر مجلسيه في طب الكابد وده فعلا نهيته وأن أنا أحضر الدكتوراه في طب الكابد وفعلا خلص على وشك إن شاء الله أن أنا أخلصها ما كانش ده بسي كمان أدرس أورام عامة عشان أبقى شايفة ورام الكابد من كل الاتجاهات هو أنت الماجستر من الإمبيريال كوليج لا دراسة الدكتوراه نفسها كانت في إمبيريال كوليج دراسة الدكتوراه نفسها كانت في الإمبيريال كوليج يعني بحث بتاعك دلوقتي بيتم تحت إشراف الإمبيريال كوليج بالضبط كانت شراكة مشتراكة ما بين صرح زي ما عاد الكابد القومي بالأسات ذا اللي فيه في الثقافة وكم من المرضى اللي بدخولوا فيه يوميا مع صرح علمي زي إمبيريال كوليج بتواصل بنص دعم مادي عن طريق العمل للبعثات والمركز الثقافي البريطاني من خراء صندوق نيوتن مشارفة كانت منحة اسمها منحة نيوتن مشارفة مسممة بين نيوتن لإنجلترا ومشارفة طبعا الدكتور مصطفى مشارفة العالم المصري أنت حاسة أنك عملت إنجاز كبير لغاية دلوقتي ولا شايفة إنجاز لسه متحققش على المستوى العلمي لسه ما كملش لأن المفروض أن النتاج التحليل دي تطلع لمرحلة التسويق بعد كده الأول الفحص الأخير وبعد كده التسويق فأنا لسه ما خلصتش الجزء العلمي الجزء الثاني اللي أنا عايزة كنت رجع به إن أنا أعمل وحدات للاك سرطان الكبد زي ما أنا شفتها بخبرة العشر سنين اللي أنا اشتغالي بهم في المجال ده أنت عندك أولاد؟ عندي ولد بتعلمي ابنك إيه عن البنات والستات؟ بعلمه إنه أمه دي أمه أب لو أبو مش موجود في أمه أبو شيء يستدعي الفخر يوميا بالنسبة له شخص بينناضل في كل مجالات الحقيقة عشان هو الوحده يستاهل أستاهل منه إنه يحترمني ويقدرني ماذا بالنسبة لك؟ بالنسبة للستات عموما بالنسبة للبنات عموما تعلمي إيه عنهم؟ لأختك، ممتك، خالتك، جدتك ليهم مستوى احترام فطري، ربنا خلقنا بيه لازم نحترمون وعشان هم يستاهلوا كده عشان تعمل كده لبنتك وتعمل كده لزوجتك وتبرني أنا ووالدتي باللي أنا عملته لك نادين زملائك اللي في الكلية والأجيال اللي في الكلية